تحت رعاية مجلس رؤساء الكنائس في الأردن وبتنظيم من مكتب فضائية نورسات انطلق مؤخراً بازار الرحمة في نسخته السادسة على التوالي وقالت مديرة مكتب فضائية نورسات في الأردن الدكتورة باسم السمعان إن البازار سيشهد طريقة جديدة مبتكرة عبر تقنيات الأونلاين بسبب الأوضاع الصحية التي فرضها انتشار وباء كورونا حيث أنه يأتي ضمن خدمة نورسات المسكونية ومسؤوليتها الإنسانية وتشتيداً لأواصر المحبة بين أبناء الشعب الواحد وسيقام البازار بالتعاون مع شبيبة الأردن للدراما المسيحية وبمشاركة فعاليات مختلفة من عدة قطعات انتاجية ويجتمل على أشغال يدوية وهدايا ومستلزمات عيد الميلاد بازار الرحمة هو برعاية مجلس رؤساء كنائس الأردن ما معنات هذا الحكي؟ معناته أنه كل فعاليات وكل العائلات الكنسية بتكون معانا في هذا البازار فإحنا دايماً نشتغل مسكونية يعني شو معنات مسكونية؟ يعني كل الكنائس إحنا عائلة وحدة بجسد المسيح ففكرة البازار مثل ما خاصتها ريبيكا أنه نحن هدول الأشخاص اشترينا منهم هاي المنتجات اللي هن اشتغلوها خصصنا مبلغ معين وإن شاء الله مع الرعاة السبونسورز اللي بقدروا هلا كمان يدعمونا من خلال هاد البرنامج قدرنا نشتري هاي المنتجات مشترة ودفعنا حقها لعائلات اللي اشتغلتها وأخدناها وربكة مع الشبيبة شبيبة الأردن للدراما المسيحية هن شركائنا دائماً في بزار الرحمة فإحنا منه جيلهم كل التحية عادي أول سلة سلة بزار الرحمة فإن شاء الله تكون من نصيب شخص يقدر شغل نورسات ورسالة نورسات الإعلامية إنه نقدر نروجها ونروج كل الإسلال نحن تقريباً سوينا بحدود 25 سلة أورادي جاهزين فرح يكون في خلال هذا العمل صفحة خاصة باسم بزار الرحمة السادس رح نشير الصفحة على نورسات هلا مع البرنامج عساس تدخلوا عليها وتعملوا لايك على الصفحة فالسلال رح تكون كلها معروضة بصور بصور للسلة ومحتوياتها وكل سلة قديش تمانها طبعاً فيه سلات حقهم 15 دينار سلات بـ 20 سلات بـ 25 سلات 30 35 يعني لا حد المية دينار فيه رح يكون فيه سلال حسب الطلب يعني بالمبلغ اللي أنتوا راصدينه أو حابين أنكم أنتوا تشاركوا فيه هاي استلي حقاً 25 نعم شو؟ فيها شوكليت وفيها نابتة وفيها أورنامتز نعم وفيها قنديل صغير شغل يدوي تطريز وبينت السمعان أن مكتب نورسات في الأردن يقيم هذا البازار للمرة السادسة كمبادرة رمزية هدفها تقديم العون والمساعدة للعائلات المتعففة حيث يذهب ريعه إلى دعم رسالة نورسات الإعلامية ومساعدة العائلات لإعادة جزء من الدفء لبعض الأسر المحتاجة وإدخال فرحة العيد إلى بيوتهم